أعلن المنصق العام للحوار الوطني دياء راشوان أنه بعد استقرار مجلس الأمناء على محاور الحوار الوطني السلسة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية تم تحديد قضايا هذه المحاور للخروج بمخرجات فعلية يتم رفعها إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي سواء كانت مقترحات بتشريعات أو بقرارات وقال المنصق العام للحوار الوطني خلال تصريحات إعلامية إن مجلس الأمناء عقد 18 اجتماعا مذو تشكيله بحضور مختلف القوى السياسية والنقابية والمجتمع الأهلي والخبراء مؤكدا أن كل من يشارك في الحوار الوطني يثق في جديته أشر راشوان إلى أن الحوار الوطني سيبدأ قريبا جدا وأنه سيكون هناك ثلاثة أيام في الأسبوع ستناقش فيها المحاور المختلفة